السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلامة المشاهدين الأحباء في كل مكان أسعادني وإياكم الله سعادة أبدية إن شاء الله النهاردة هنتكلم على صورة الفاتحة فاتحة الكتاب ولكن النهاردة عشان هنتكلم فيها على كلمة واحدة اللي هي الهداية أما بنطلب بعد الحمد لله والتسمية بنطلب من ربنا سبحانه وتعالى اهدنا الصراطة المستقيم هنشوف ما معنى كلمة الهداية فيه نوعين من الهداية فيه هداية تكوينية اللي هي القطرية وهداية تشريعية نفهم بالتفصيل شوية ما معنى هداية تكوينية لما فرعون سأل سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهم السلام قال فمن ربكم يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى يعني ايه الكلام ده يعني ربنا سبحانه وتعالى كميع المخلوقات اللي خلقها هداها لما خلقت له وهيئها للدور بتاعها في الطبيعة يعني ناخد أمثلة على كده كثيرة جميع العناصر الموجودة في الكون لوما مية وخمسة أو مية وتمانية عنصر كل عنصر له صفات خاصة ربنا سبحانه وتعالى هداه لما خلق له الأكسجين بيساعد على التنفس الأكسجين ده غاز وبيساعد على الاشتعال الهيدروجين غازه بيشتعل لكن لما بيصعلوا مع بعض بيكونوا مية اللي هي أهم مادة ولها طبيعة مختلفة تماما اسمها هداية للهداية التكوينية حتى بنجد أن الطيور بتهاجر آلاف الكيلو مترات علشان بتضع البيت بتاعها في أماكن معينة وبعد كي بترجع للصنة اللي بعدها وكذلك الأسماك برضو بتهاجر مسافات طويلة جدا كل ديت هداية بنواعلى هداية تكوينية في خلق الإنسان حتى الطراب لما ربنا هداه أنه يتفاعل مع الماء بيكون الطين اللي هي بداية خلق الإنسان الأول سيدنا أدم عليه السلام ربنا حتى بنشوف تاني في صورة البلد ربنا بتكلم إنسان أنا نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين النجدين هو فديية الأم وليس طريق الخير وطريق الشر لأن ربنا سبحان الله وتعالى ما بيهديش لطريق الشر البيب الصغير اللي كان في بطن أمه كان بيرضع عن طريق الدم إيه اللي عرفه إنه هو لما بينزل سدي أمه بيرضع عن هداية الحياة موجودة هنا اسمها هداية فطرية الهداية الفطرية والهداية التشريعية بقى اللي هي من عند الله سبحانه وتعالى نزلت لنا الهداية التشريعية من عند الله سبحانه وتعالى من عن طريق الله عن طريق الملائك إلى الأنبياء وملاحظة هنجد أن أكثر الشرع واحد في كل الأديان بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وص به نوحا والذي أوحينا إليك والذي هنا اسم يعني مصول واللي بعده معرفة وهو القرآن وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه والنهاردة إن شاء الله لما نتكلم على الشرع من القرآن كلمة القرآن يعني في داخل القرآن التوراه والإنجيل والضبور وكل الكتب السماوية قبل كده لأن القرآن نسخ ما قبله يعني خد كل مصلحة وكمال في جميع الشرع السابقة وضعت في القرآن بنجد هنشوف النهاردة طبعا الحديث اللي داير النهاردة في الموضوعات كلها موضوع الكورونا وأمراض اللي هي نقص المناعة هنشوف أن أغلب نقص المناعة والأمراض دا كلها اللي هي عبارة عن إيه؟ أن حصل الإنسان تدخل وغير من اللي هي الهداية الفطرية هنشوف الأمثلة ديت النهاردة وهنشوف طبعا الهداية التشريعية لمن عندها هنشوف النهاردة ناخد أمثلة إيه الأمثلة اللي هي ناخدها من القرآن اللي هي متعلقة بالهداية التكوينية والهداية التشريعية يهمنا قوي هذه الأيام أن نحن نشوف إزاي نحن نزود المناعة جسم الإنسان هنتكلم على عدة مواضيع هنتكلم على النوم عند الإنسان وهنشوف الإنسان الهداية التكوينية بتاعت جسمه لأن جسم الإنسان من طراب هو حوالي 16 عنصر الأساسيين اللي هم السلالة وأنضف عناصر في الأرض اللي هي متكونة منها جسم الإنسان هنشوف هنا الإنسان عملية النوم اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها في صورة النور أول آية في صورة النور سبحانه وتعالى بيقول صورة أنزلناها وفردناها صورة يعني ربنا صورها لك هذه الصورة كده صور جوة هذه الصورة صورة أنزلناها وفردناها وأنزلنا فيها آيات بينات اللي عليكم تذكرون فيه في صورة النور حوالي 40 فقط قرابة 40 فقط يعني أمر أوامر إلهية هنشوف الآية 58 لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا ليستأزنكموا الذين ملكت أيمانكم والذين يقول حلم منكم ثلاثة مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون سيبكم من الظاهرة وبعد صلاة الأشاء ثلاث عورات لكم معنى الكلام دقيق ربنا سبحانه وتعالى بيؤمرنا اللام هنا لام الأمر ولما ربنا سبحانه وتعالى يؤمرك لمصلحتك لأنه سبحانه اللي خلقك وعارف تركيبة بتاعتك وعارف الهداية الفطرية لجميع الخلال بجسمك فلما ربنا سبحانه وتعالى يقولك لازم إجباري تنام من بعد صلاة العشاء بحوالي نصف ساعة أو ساعة وتقوم قبل الفجر بحوالي نصف ساعة أو ساعة وبعد الظاهرة من الظاهرة يعني ما بين الظهر والعص تقضي القيلولة هنشوف الكلام ده معناه إيه وإيه علاقته بالهداية الفطرية في جسم الإنسان هنمسك الإنسان بعد المفروض الإنسان وهو يعني هو نايم بعد مفروض ربنا أمرنا أننا نايم بعد العشاء حوالي ساعة هنشوف الإنسان يعني إيه الإنسان نايم الإنسان نايم يعني الإنسان بتكون من جسمه ونفس وروح الروح اللي بتدي الحياة النفس هي المسؤولة عن جميع القوى الموجودة في داخل الجسد هي المسؤولة عن كل شيء النفس موجودة فيه في حالة النوم بنجد النفس بتطلع البرزخ عالم البرزخ اللي هو ما بين الدنيا والآخرة ولذلك بتعطل بقى كل الحاجات السمع بتاعه والبصر بتاعه والإحساس بتاعه والشام كل شيء بتعطل لما اللي هو بيحرك بقى الجسم النفس بتطلع فوق يبتلي الجسم هو نفسه الخلايا بتاعته الهداية التكوينية بتاعتها بتزبط جميع خلايا الجسم بنشوف مثال فيه في الإنسان غدة فوق الإذن اسمها الغدة الصنوبارية هذه الغدة متصلة بي شبكية العين ومتصلة بحاجة تانية اسمها الغدة الفوق تصالوبية اللي هي الساعة البيولوجية الكائن الحاج وعشان نستعد للموضوع ده هناخد فاصل ونرجع لكم تاني السلام عليكم هتجي عندلكم تاني بعد الفاصل كلنا بنتكلم عن الغدة الفوق تصالوبية الغدة اللي هي الصنوبارية المتصلة بي الغدة فوق تصالوبية للساعة البيولوجية للجسم الإنسان ومتصلة بشبكية العين ربنا سبحانه وتعالى هدى هذه الغدة ما تشتغلش كالبالليل يعني لو الدنيا ضلمة مش في وقت تاني مش بالليل تنين بالنهار الشبكية العين بتقول للغدة احنا بنا ضلمة تسأل الاول الساعة البيولوجية احنا بالليل ولا بالنهار تقول لا لا ده احنا بالنهار ما تشتغلش نتيجة كده لما تشتغل المفروض تشتغل الغدة اللي هي الصنوبارية بتفرز مادة اسمها الميلاتونية هذه المادة بتعدي على جميع خلايا الجسم بتنظفها من السرطانة اذا هنا ربنا هدها انها ما بتشتغلش غير فقط في الليل لكن تدخلنا احنا كبشر ان احنا بنصهر كل يوم بالصبح قلبنا الليل نهار والنهار الليل كان نتيجة كده وعمل دي تجربة عملي على حوالي عشرين مزرعة دواجن وعشرين مزرعة اخرى فيهم عشرين مزرعة طبقوا عليها الشارع اللي هي ضلمة بالليل اللي غيت قبل الفجر وفقط بيقلوا بالنهار والمزرعة التانية اللي هي محليا موجودة جميع المزارع ان هي النور شغال طول الليل وجدوا بعض الدورة بتاعت المزارع ان تقريبا تلاتين في المية من المزارع اللي هي كانت رخ عندها النور شغال بالليل عندها السرطانات وطبعا احنا ما بنحسش به وبنقولها عشان كده بتنجد ان السرطانات انتشرت جامد جدا لان المناعة كمان لان خد بالكم النوم هنا كمان يعني النوم هنا اذا اذا ان احنا غيرنا الهداية التكوينية حصل انتعرفين ان في الشهرين اللي فاتوا من الهوم هنيار وفبرار من 2020 مات تقريبا بالكورونا توفى حوالي 2500 النزلات البرد حوالي 70 الف نقص المناعة 240 الف الهي بين حوالي 240 الف اذا هنا بنقول هنا ان احنا بالنسبة لحطة المناعة ان احنا عايز من النوم السليم وطبعا اخد بالك كمان مش بس مش الملاتونين بس ده وانت نايم الكابت بقى من 11 للساعة واحدة يبطل يطلع السموم بتاعته الموجودة في الجسم ابن كرياس يطلع السموم الطحال كل شيء في جسمك يبطل يطلع السموم الموجودة فيه الرئتين تبطل تخرج السموم بتاعتها من الساعة تقريبا لقبل الفجر من اثنين الاربعة يعني الواحد لما يكوح الفجر قبل الفجر ما يزهقش بالعكس عندك رئتين فتخرج السموم بتاعتها يبطل اذا من الاسباب عشان نرفع مناعة جسم الانسان علينا ان احنا ننفذ امر الله سبحانه وتعالى ان احنا لازم حاول بقدر الامكان انك تنام من بعد العشب حوالي ساعة لغاية قبل الفجر هنشوف تاني ايه الحاجات التانية اللي في القرآن اللي بترفع مناعة جسم الانسان عملية الصوب ربنا سبحانه وتعالى احنا كلنا متخيلين تبع الحديث الشريف ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان كل عمل ابن ادم له الا الصوب فهو لي وانا اجزي به اما ربنا سبحانه وتعالى يقولك الصوم عشاني انا لربنا ده معناها ايه هل ربنا سبحانه وتعالى محتاج صومك ولا انت اللي محتاج الصوم لكن شوف لماذا اهمية الصوم يعني انت عارف لو عندنا طفل صغير مش عايز ياخد الدوة بتقولي يا حبيبي انت لو بتحبيني عشان بتحبي بابا لو بتحبيني عشان خطري انا خد الدوة مش عشانك انت عشان خطري انا خد الدوة الدواء ده من المستفيد دي انت المستفيد دي مش انا يبقى ربنا صبحانه وتعالى الصيام يا جماعة وجدنا ان الصيام بيرفع المناعة تقريبا لو صمت ثلاثة يام وربعض بيرفع المناعة مية في المية خلايا جسم الانسان معمولة الخلايا الطبيعية تعيش حوالي 120 سنة و130 سنة في حالة الصيام زي صمت سيدنا دواء او يوم ويوم ممكن الخلايا تعيش لحوالي 120 سنة الصوم بيقتل السرطانات بس الصوم اللي هو ايه الصوم اللي هو الصوم بجد احنا هنا بنصوم بنبدل اوكي طول النهار صايمين لكن بتجي بالليل بتاكل كميات حلويات وكميات رهيبة ما انت ما صمتش اذا الصوم وعشان كده الصوم كتب على ايه كتب علينا وعلى الذين من قبلنا الصوم ده في غاية الاهمية بس ما تجيش بالليل وانت تدمر الصوم اللي انت صمته يبقى عندنا رقم واحد النوم في الاوقات السليمة وذا امر الهي بيرفع جهاز المناعة في جسم المناعة في جسم الانسان جدا الصوم بيرفع المناعة في جسم الانسان في ايه تاني شوف هنا التأمل والخشوع في صورة المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الخشوع في الصلاة اللي هو التأمل وطبعا انت عشان تصلي لازم الاول تتوضق الوضوء يا جماعة واسباغ الوضوء مهم جدا جدا بانك تركز اوي اوي كمان في اسباغ والكون المية بردا ديت بترفع المناعة جدا في جسم الانسان وبتشيل كل الشحنات السالبة اللي على جسم الانسان يبقى بداية الوضوء بيرفع المناعة بيتخلص من الطاقة السالبة الموجودة فيك بيتكون حواليك هالة من الطاقة هذه الهالة من الطاقة المنتظمة بتخليك ازاي انك انت تستقبل طاقة القرآن والطاقة الايجابية اللي جاية من السماء الخشوع في الصلاة اللي هو التأمل حاليا وصلوا لها الاجهزة انه ممكن بعمله اشعة على الرأس بيشوف الانسان خشع ولا ما خشعش في الصلاة الخشوع في الصلاة بيغير تركيبات المخ بيشيل عندك الطاقة السالبة كلها الموجودة في جسمك بتنزل من النصية الكاذبة في الارض وبيغير حتى الوان الحاجات في المخ اللي هو القرب من الله والخشوع ده بيرفع جدا جدا عندك الطاقة الايجابية اللي هي بيزود المناعة في جسم الانسان من الحاجات التانية اللي هي بترفع المناعة يا جماعة الطاقة الايجابية الطاقة الايجابية انك دايما عندك الرضا من الله سبحانه وعندك رضا باستمراش الرضا بيكسبك طاقة ايجابية عالية جدا فبيرفع المناعة عندك جدا بنجد ان الاكتئاب الاكتئاب من الحاجات اللي هي بتدمر المناعة في جسم الانسان التوتر بيفرز انزيمات جوه المعدة بيدمر التوتر بيدمر المناعة يبقى الاكتئاب بيدمر المناعة التوتر في جسم الانسان الغضب في جسم الانسان الغضب في جسم الانسان بيدمر ايه المناعة احنا وصلنا نرجع بقى التاني شو بقى لتركيب خلايا جسم الانسان في خلال 24 ساعة تجهزونا كده ان شاء الله هنطلع فصل قصير ثم نعود لكم بإذن الله ونجهز بقى مع بعض هنشوف الانسان خلال 24 ساعة في القرآن عبارة عن ايه السلام عليكم رجعنا لكم تاني احنا تكلمنا عن الانسان وقت النوم اللي بيحدث في جسم وقت النوم والفترة اللي هي من بعد العشاء لقبل الفجر ابتلي كمان الخلايا الجديدة تتكون في جسم الانسان قرب بقى الفجر عند الفجر بالظبط كده قرب الفجر بتكون كمية الكورتزول الطبيعية اللي هي المفيدة جدا لجسم الانسان اعلى ما يمكن في جسم الانسان بيكون كمية الاوزون في الجول والاكسوجين المركز الاوزون بتكون عالية جدا الطاقة الحيوية بتكون في الانسان على اعلى ما يمكن بديت بقى قرب بزوء قرب الفجر يبتدي القرب بتاعنا من الشمس هتبتدي تطلع إذا الشمس ما طلعتش بتيجي بعض الايونات السالبة على جسم الانسان لكن لسه ما في الشحنات كتيرة ضرة على جسم الانسان فانت بقى بتقوم بتتوضى وبتصلي ركعتين سنة صغيرين وركعتين الفجر فقط كفاية اوى الركعتين دول بيزبطوا كل الشحنات ما انتش محتاج اكتر من كده في الوقت في الصلاة اكتر من هذه من فقط ركعتين سنة صغيرين وركعتين فقط الصبح لو الفجر وبعد كده المفروض الانسان بداية العمل بتاعه الحقيقة اليوم الحقيقي من الفجر لقبل الظاهرة او قبل قبل الظهر بحوالي نصف ساعة لان هنا بتبتلي الطاقة الحيوية بتبتلي بتقلي بتقلي بتدريج مع مرور الوقت يعني انت بتكون في قمة النشاط بتاعك الفكري والحيوي كل الطاقة بتاعتك اعلى ما يمكن في وقت بعد من الفجر قبل الظهر قبل الظهر بتكون انت اشتغلت المفروض اشتغلت كتير قوي وتحركت كتير قوي وجسمك بقت ملأ ايونات وشحنات سالبة كتير جدا وحصلت مخك غرفة الجبيات اللي في مخك اشتغلت شغل كتير قوي وتحملت حاجات كتير قوي فمحتاج لازم بقى بعد قبل الظهر تتوضى تشيل تاني الشحنات اللي على جسمك وتوضى بجسمك ومحتاج عشان بقى تصف التاقة السالبة اللي عندك وتضبط جسمك الصح كمان اربع سنة قبل الظهر واربع الظهر واتنين كمان سنة بحيث انك انت جسمك تماما اتخلصت من جميع الشحنات السالبة وشيلت حتى الحاجات الكاذبة اللي في المخه وكل الارهاق اللي في مخك خلصت منه يعني بقيت انسان جديد يعني اتعملك سيانة جديدة وقت الظهر المفروض انت لو حتى شغل على جهاز كمبيوتر وما سجلتش الحاجات اللي عليه ممكن تختافي الحاجات اللي عليه يبقى بعد الظهر المفروض تاخد قيلولة حوالي تلت ساعة او نص ساعة هذي القيلولة بقى ليه تسجيل كل البنات اللي انتخدتها عشان النفس تطلع وتسيب الجسد يبتدي المخ يسطب ويشغل ويركز الحاجات اللي اشتغلت فيها يبتدي يحط كل ملافق كل حاجة في مكانها من بعد الضهر هتبتدي تاني تشغل لقرب العصر خد بالكم ربنا سبحانه وتعالى اقسم بالصلاة الوسطى اللي هو العصر وصلاة العصر صلاة العصر عندها في هذا التوقيت من ثلاثة الاربعة وجدنا ان كمية الادرينانين اللي في جسم الانسان اعلى ما يمكن في الغدتين اللي هما الكادرين اللي على الكليتين بيفرزوا هرمونات الادرينانين ده بتخلي الانسان ما هواش طبيعي ببقى انسان عصبي جدا خد باك انت لما بتتنرفز ما بتشعف انت بتعمل ايه بيبقى تقريبا الشيطان هو اللي بتحرك مش انت وانت ممكن تعمل تصرفات عجيبة مش انت الموجود عشان كده الصلاة في هذا التوقيت في العصر انت بتتوضح بتنظف جسمك من الشحنات السالبة تبتل تصلي امام الله سبحانه وتعالى تستقبل بقى الطاقة الايجابية من القرآن ومن اتجاهك للكعبة جسمك يهدى خالص وتبقى عندك فيه طمأنينة وبعد كده تبقيت الشغل لغاية قرب المغرب برضو نفس الشيء في المغرب كل هذه الصلاوات بقى انك انت خلاص بقى ابتدى الليل وخش بتاعت الشحنات تقل فانت بعد كده بقى بتصلي المغرب اللي هو ثلاث رقعات وفيه بقى اثنين سنة بعدها وفترة بقى استجمام وحاجات كده بقى عندك بقى وطبعا قبل المفروض بقى الاستغفار قبل المغرب بقيت ما توصل للعشاء فانت بتصلي بقى الاربع العشاء وبصلي اللي هو الشفع والوقت انت خلاص بتنضط جسمك تماما وبتشمي عنده كل الشحنات عملك صيانة كاملة انت بتجهز بقى جسمك للنوم اللي هو انت بتجهز جسمك للنوم علشان يبتلي بقى انت بتسايب جسمك نظيف للمخ بعد كده من نفس النفس بتطلع في البرزخ انت بتسيب بقى جسمك ليه يحصل فيه فيه صيانة تاني بقى عن طريق المخ وكل الخلايا بتاعتك الموجودة في الجسم عشان تقدر تقوم بالواجب اللي عليك الواجب اللي عليك اللي هو طبعا احنا خلقنا لإعمار الأرض يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صحيح العبادة العبادة بس العبادة إيه يعني العبادة عشان عشان تكون إنسان العبادة أو الإيمان بيخليك لا بنى صالحة في بناء الحضارة يعني الحضارة بتاعتنا يا جماعة وعلى فكرة يعني للأسف كل اللي بحصل دلوقتي في الكون من البيروسات وكل ده من فعل البشر لأنهم حاولوا يغيروا إنه مميز بتاعت الكون ولكن عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في صورة البقرة في الآية رقم 30 ربنا سبحانه وتعالى بنقول إذ قال ربك للملائكة إني جاءوا في الأرض خليفة اللي هو الإنسان خليفة فين في الأرض نلاحظ هنا إن خليفة نكرة مش معرفة ما قلشي الخليفة سبحانه النكرة تفيد الإطلاق النكرة تفيد الإطلاق الإطلاق بمعنى إيه والإطلاق هو يعني بنقول ضرب من ضروب الإختيار يعني ربنا سبحانه وتعالى ما حدد لكش أنت خليفة المين ما قلكش أنت خليفة الله للشيطان للهوى للجسد للنفس إداك حضرية الإختيار بتاعتك وحدد لك فقط أنت خليفة وأسجد لك الملائكة وصخّل لك ما في السماوات وما في الأرض وعلم الإنسان كل الأسماء لكن قال لك خليفة فقط إداك حرية الإختيار تختار بقى ربنا سبحانه وتعالى تختار الشيطان تختار الهوى الجسد الدنيا ولاحظ أن في اختيارك عين اختبارك هو ده الاختيار بتاعك وعشان كده بناجد النهاردة الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى بقول سيقول السفهاء من من الناس ما أقول لهم عن القبلة من التي كانوا عليها محدش فاهم يعني إيه تغيير القبلة صح الفهم الصح لما نفكر يعني إيه ربنا اللي مش فاهم تغيير القبلة صح معناها إيه تغيير القبلة يا جماعة يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لأمة المحمدية ولما أقول لأمة المحمدية اللي هو سيد الخلق باب الرحمة ومداد الأمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد نسخ جميع الأنبياء الصابقين نسخهم عن إيه ما زالهمش لكن أخذ كل مصلحة وكمال من جميع الأنبياء ويزود عليها إذن لما نتكلم عن نقول القرآن يبقى معناه في داخله جميع الكتب السماوية لما نتكلم على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو نسخ جميع الأنبياء السابقين يعني ربنا شاف أن الحضارة اللي هي التانية اللي من غير شرع حضارة باغية والنتيجة الحضارة الباغية اللي احنا بنشوف دلوقت إن فيه دول بتضمر دول كاملة تانية عشان هي تعيش لكن الحضارة المفروض الحضارة الإسلامية هي حضارة يعني بيكون نسجها من القرآن الكريم ومقول القرآن يعني من جميع الشرائع السماوية اللي نزلة من السماء وتبينها من الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وقبل ما ننهي الحلقة بتاعتنا وقبل ما ننهي الحلقة عايزين نقول حتة كده يا جماعة فيها عشان نشوف المنهج اللي احنا هنمشي عليه إن شاء الله معاكم بإذن الله تعالى المنهج بتاعنا أساسه نسيجه من القرآن وقلنا ما قلنا من القرآن يعني من جميع الأديان السابقة ونسيجه من الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم المنهج بتاعنا سلام مع النفس وسلام مع الآخر مفيش حد فينا عنده وكالة إن هو حتى يقول له فلان انت كافل أو تدخل الجنة أو تدخل النعر ده ربنا سبحانه وتعالى كلم سيد الخلق قال له والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حافظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل ما حدش فينا معه الوكلة ننكفر حد ولا نقول لحد انت داخل الجنة أو داخل النعر ده ربنا اتكلم على في صورة قل لي أيها الكافرون دول الناس اللي بتعبد غير الله فحتى لو بتعبد غير الله لكم دينكم ولي دين والقرآن قال لنا إزاي نتعامل مع أهل الكتاب الطورة والإنجيل ربنا سبحانه وتعالى القل كلهم آمنت بما أنزل الله من كتاب كتاب هنا نكرة والنكرة تفيد الإطلاق وأمرت لأعدل بينكم بينكم بنقول لهم إيه الله ربنا وربكم لنا أعملون ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم ما فيش حجة ما فيش جدال أنا الأحسن أو أنت الأحسن ما فيش جدال ما اللي بنقوله إيه شو بنكمل ربنا سبحانه وتعالى في السورة في الآية رقم 16 في سورة الشورى ربنا بيقول بعد الآية رقم لآخر الآية 14 وإن الذين اتخذوا منه وإن الذين أرثوا كتاب بعدهم لا في شك منهم ريب فلذلك فدعوا واستقمت كما أمرت وليتتبعهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير إذن إحنا في سلام مع الآخر وعشان يكون فيك سلام مع الآخر الذي يكون فيه سلام مع نفسك في البداية وقانون الجذب وهنطبق إن شاء الله هنشوف التنمية البشرية من خلال القرآن اللي هي بقى التنمية البشرية أنت عشان أحصل طاقة إيجابية عشان تستفيد بها وتستفيد لأخذ طاقة الحب إنك إن ما حبتش نفسك مش هتحب الآخر ولما بنقول خاص في البداية بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم هي الرحمن اسمي خاص بصفة عامة ويا جماعة كلمة الرحمن هي التطبيق العملي للحب فإحنا بندعو دعوة للسلام مع النفس ومع الآخر وتحب نفسك وتحب الآخر وإن شاء الله يعني في حلقات قادمة إن شاء الله ونشوفكم على الفخير شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر